أسئلة أيضاً رح يقوم بإجابتها ضيفنا بنرحب فيه معنا من داخل الستوديو الأستاذ إسماعيل حلاحلة أخصائي تغذية يسعد صباحك يا رب يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدين بسعدنا وجودك معنا اليوم من داخل الستوديو ورمضان كريم أكيد يا رب بداية يعني لربما السؤال الأول هل بيستطيع مرضى السكري صحياً صيام شهر رمضان؟ حقيقة يعني الإجابة الأولية أيضاً نعم يعني يستطيع مرضى السكري صيام شهر رمضان لكن عادة ما يعتمد الأمور على العوامل الشخصية أو الفردية يعني دائماً نقول على مريض السكري أنه يراجع الطبيب ويراجع خصائي التغذية إذا كانت حالته المرضية يمكن أنه يتمشى ونمط التغذية في رمضان وما بيتعارض مع أي مضاعفات المرض أو مع أي علاجه فكان به يعني يستطيع السيام لكن بننصح أيضاً أنه يكون ذلك مع توافق برنامجه الغذائي في رمضان مع الحمية الغذائية يعني مع الدواء اللي بيتناوله لأنه إحنا مرات منضطر أنه نغير مواعيد الدواء لأنه لاختلاف مواعيد الطعام في رمضان صحيح هلأ في بعض المرضى بيكون عندهم مضاعفات بيكونوا حقيقة لا يستطيعوا السيام ممكن الحوامل الستات الحوامل اللي عندهم سكر الحمل يمكن يكون صعب دائماً نحكي إحنا في الأمراض المزمنة الشخص بتعود يعني بتأقلم مع جسمه ومع مرضه بصير هو كمان طبيب نفسه يعني هو بوصل لمرحلة المفروض قادر يقيم إذا هل جسمه فعلاً بيقدر يعني يستحمل أو لا يعني فهل حقيقة نعم يعني إحنا دائماً بننظر للموضوع أنه الكادر الطبي هو يعني ليس فقط هو مجرد أنه بده يعطي المريض المعلومة بشكل يعني دون ما يفهمها يعني دائماً نقول دائماً الكادر الطبي سواء الطبيب الممرض خصائي التغذية أو أي إنسان بيعتني بالمريض المفروض أنه يعدل من سلوك هذا الإنسان يخليه يتماشى ونمط حياة جديد يعني يتناسب والحالة المرضية إذا وصل المريض وعادة يعني يأخذ فترة من الوقت خاصة عند ذوي الأمراض المزمنة كمرض السكري هلأ بعد هيك أكيد يستطيع الإنسان يعني يصبح أقل اعتماد على الكادر الطبي أقل اعتماد على الطبيب أو حتى على خصائي التغذية من حيث على الأقل برنامجه الغذائي نشاطه حتى خنقول بعض الأحيان يعني يتطور الوعي الصحي عند مريض السكري يصبح قادر أنه يحدد حتى جرعته من الأنسلين ونحن نعلمهم كأخصائي التغذية وكأطباء كيف يختاره خاصة عند الأطفال وأنا هناك كمان كان سؤالي بالتحديد أنه في أطفال اللي حتى بالمدارس ممكن يكونوا بعمر صغير اللي كمان بدهم يسوموا شهر رمضان دهم شي شعروا حالهم مختلفين فكمان يعني كيف نصائحك بالنسبة للأطفال اللي ممكن يسوموا اللي بيعانوا من مرض السكري وهو حقيقة عادة يتم علاج مرض السكري دوائيا أو كيميائيا بطريقتين إما استخدام الحبوب الخافضة للسكر أو استخدام الإنسلين عادة الأطفال أو صغار السن بيعتمدوا على الإنسلين في علاج مرض السكري الإنسلين هنا هو أكثر حساسية لنمط التغذية وأكثر يعني يجب التوافق ما بين جرعات الإنسلين وموعيد إعطائها ونوعية الإنسلين وموعيد الوجبات الغذائية فمن هنا يعني يكون نكون أكثر حساسية أكثر صرامة أكثر يعني خلالي نقول ملازمة لمريض السكري من النوع الأول وخاصة للأطفال هلأ إذا كان بالإمكان لهؤلاء الأطفال أو لهؤلاء صغار السن لأنهم يستطيعوا يوفقوا ضمن برنامج غذائي مدروس يتناسب أيضا وجرعة دوائية مدروسة بحيث يعني تكون هذه في فترة المساء أو بالليل بدل ما تكون في فترة الصباح ممكن أنهم يصوموا يعني أنه لا يوجد مشكلة لكن هنا يتطلب حادة تغيير خلالي نقول في ممكن بعض موعيد جرعات الإنسلين قد يتطلب تغيير أيضا في كميات الإنسلين فكما المهم يعني لكل الأهل أنه كمان يتابعوا مع طبيب مختص في هذا المجال كيف ممكن يكون هذا التغيير بالنسبة للأطفال لو هون إحما ما نقدم معلومات لكل المرضى ممكن اللي بيحضرونا لأهليهم لأصدقائهم بدون يخبروهم إيش المواد والكيف لازم تكون وجبة الإفطار خلينا نحكي عن يعني ما بعد ما نفطر إيش عادة تنصح مريض السكري أنه يتناول على وجبة الإفطار وخلينا بعدين نتناول فيما بعد وحقيقة بشكل عام نحن نقول أنه حمية مريض السكري هي الحمية التي تصلح لكل إنسان يعني ليست حمية خاصة لها متطلبات خاصة أو مواصفات خاصة يعني ولا مرة إحنا نقول إذا في مريض سكري بالأسرة لازم يأكل بشكل خاص ولازم ينطبخ له وجبة غذائية خاصة وبالعكس إحنا نقول غذاء السكري غذاء مريض السكري هو الغذاء الأفضل لكل الناس إليه وإليه لكل الناس فعادة ما بيفرق نمط التغذية عند مريض السكري عن المريض العادي لأنه إحنا بمفهومنا كاختصاصيين تغذية اختصاص التغذية اللي بيعتمد على العلم المدروس العلم الحقيقي في معاملته مع مرضى السكري هو عادة يعتمد على تحديد احتياجات الإنسان من العناصر الغذائية المختلفة ومن ثم يقوم بتحديد نوعية الأطعمة فمن حيث نوعية الطعام ما يحتاجه مريض السكري يحتاجه الجميع يعني ما بيختلف فيمكن لمريض السكري أن يفطر من النشويات كالأرز أو الخبز ما في مشكلة طبعا ضمن كميات محدة يمكن أنه يتناول اللحوم الدجاجي اللحوم الحمراء والبيضاء أو حتى الأسماك يمكن أنه يتناول الخضار ويتناول الفاكية حتى إحنا ما عنا مشكلة كاختصاصي تغذية أنه مريض السكري يتناول الحلوة هذا اللحن نحكي عنه أكيد لحالة لأنه هذا أكيد يهم كثير من الناس هذا كمان ممكن يساعد بالعكس تماما يعني شعور أنه بقدر يعني ما فيش أكل خاص لإله ممكن يساعده أصلا يعني أنه يكون يشعر مثل بقية الأشخاص أفراد العائلة هذا نفسيا كمان بدعم بس هل فيه أمور معين لازم يبتعد عنها؟ نعم لا شك يعني إحنا فيه هناك قواعد عام أخير نقول بالنسبة لمريض السكري فنحن نقول ندعو أنه الإنسان أو مريض السكري يجب أن لا يتناول كمية كبيرة من السكريات البسيطة يعني اللي موجودة بالحلويات المختلفة أو أي مادة غذائية بالمربة بالعسل أي مادة غذائية مضاف إلها السكر اللي هو السكر المائدة اللي حمسمي السكر الموجود في البيت أي طعام مضاف إلو هذا السكر يجب أنه لا يتناول بكميات كبيرة يعني كبيرة أو خل نقول يقلل قدر الإمكان منه هاي نقطة مريض السكري يجب أن يسعى دائماً لأن يتناول اللحوم قليلة الدسل يعني إحنا ما بننصح أبداً حتى الإنسان عادي ومريض السكري بشكل خاص يعني أنه يتناول اللحوم ذات المحتوى العالي من الدهن تكون الدهن الأبيض عالي جلد الدجاج وغيره أن يستخدم القلي وبالتالي بزيد من كمية السعرات إرجاد يكون أقليع نستخدم السلق أو الشوي أفضل فبالتالي هاي يجب أنه يبتعد عنها مريض السكري قدر الإمكان يلتزم فيها اللي هو بالنهاية بدي يوصل مريض السكري إلى الوزن المرغوب الوزن المطلوب الوزن المثالي إحنا بنقسع نسا من خل نقول إذا وصل لإله من خلال تحديد كميته السعرات الحرارية بتناولها من ناحية وكمان تقليل هم أكثر خطر يعني مرض السكري هم أكثر خطر لإصابة بأمراض القلب والشرايين وارتفاع الكوليسترول في الدم فبالتالي لما بيجي مريض السكري بيقلل يعني نحن نقول هو نحن نكون أكثر حرص عليه أن يقلل من كمية الدهون خاصة الدهون الحيوانية وأن يصل إلى الوزن المطلوب وبالتالي سيقلل من احتمال إصابة بأمراض القلب والشرايين كمضاعفات لمرض السكري وفي أمور أكيد لازم يكثر منها مثلاً المي عصبيل المثال تحكي لنا قديش لازم يشرب مي نعم يعني لا شك نائما نحن نقول الإنسان لازم يتناول باليوم على أقل تمن أكواب أو لترين من الماء يوميا وهذا بينطبق أيضاً على مرض السكري وهذا بينطبق على مريض السكري ما لم يكن هلالك اعتلال في الكلة يعني في وظائف الكلة يعني عادةً كإحدى مضاعفات مرض السكري يصل إنسان أو مريض السكري إلى مضاعفات بالكلة تصبح عاجزة أو غير قادرة على أنها تقوم بوظيفتها بشكل كامل وبالتالي يصبح هناك احتباس بالسوائل يعني إذا كان فيه احتباس بالسوائل أو إذا كان فشل كلوي مزمن أو حاد هنا يجب أن نحدد قدر الإمكان من كمية السوائل نحن نقول دائماً الواحد يشرب قديش بيخرج فبالتالي يعني يخضع ضمن ميزان توازن السوائل في الجسم لكن ضمن الوضع الطبيعي نعم هو كزي الإنسان العادي يحتاج إلى لترين من السوائل يوميا أنا يعني عم بسألك عن تفاصيل أكثر عشان عم بحط حالي مكان أي شخص بيكون عم بيحضر بيسأل عن كل الاستفسارات بالتحديد هل من نعرف أنه المشروبات الدارجة في الشهر الفضيل هم التمر والخروب ونعرف كمان أن هذا يكون حلو في نسبة سكر عالية فهل من تنصحنا نبتعد عنه بهذا التحديد لمرضى السكري أو ممكن يتناول كمية قليلة ممكن يعوضها بشيء آخر لا هو حقيقة يعني إحنا دائما ندعو أنه السوائل نعوضها برمضان وخاصة في هذا الشهر الفضيل والساعات سيام طويلة والارتفاع في درجات الحرارة نعوضها بالماء قدر الإمكان لكن لا مجال أن نخرج عن النمط الغذائي والعادات الغذائية السائدة في المجتمع إذا لم نستطع أن نحض منها نهائيا إذا إحنا ما نستطع إلا نشرب الخروب والسوس والطمر الهندي واللوز والمشروبات الرمضانية الجميلة دعونا نسميها سحي ما فينا إحنا نعك فلنعتدل يعني نتناول كمية قصة يعني لا يمكن أن الواحد يشرب له لتر من شراب الطمر الهندي أو الخروب أو السوس ليكون كأس يعني لو أحد تناول كأس بلاستيك بمقدار 200 ميلي لتر من الهاي وكانت ضمن حاجته أنا لا أعتقد أنه في ذلك مشكلة يعني دائما إحنا ما نقول يعني زي ما تفضلت قبل شوية قلت أنه مريض يشعر بالارتياح كيف تشعر بالارتياح أنه أنا ما أحس أنه أنا ممنوع هذا ممنوع لا لا القضية مشيك قضية أنه أعتدل بتناول طعامي باعتدال بنوع في طعامي من جميع مجموآت الطعام وما بحرم حالي من شيء بس بشرط ما في شيء زيادة عن حاجتي ضمن برنامجي الغيائي هذا بينطبق على الحلويات أيضا؟ ينطبق على الحلويات يعني إحنا آخر توصيات الجمعية الأمريكية للتغذية وجمعية السكر الأمريكية يقول أنه ليس مشكلة نوعية الكاربوهايدرات أو النشويات أو الكاربوهايدرات اللي يتناولها المريض السكري المشكلة في كميتها لكن دائما نحن نقول إذا أنا مسموح لي أتناول السكريات البسيطة مسموح لي أتناول الحليب فيه سكر بسيط سكر الحليب اللاكتوز مسموح لي أتناول الفاكهة أيضا ما فيه مشكلة مسموح لي حتى أتناول بعض السكريات أو الحلوة الصناعية يعني اللي إحنا بتناولها ممكن كنافة ممكن هريسة ممكن قطايف في رمضان ما فيه مشكلة بس بشرط أن تكون هذه الكمية يعني أقل ما يمكن وأن تكون محسوبة ضمن برنامج الغذاء فبالتالي بخدها بعين الاعتبار لما بحدد جرعة الإنسيون أو جرعة الدواء بخدها بعين الاعتبار لما أنا بسعى للوصول إلى وزن مرغوب ومن هنا ما فيه مشكلة يعني كمان أنا عم بأخذ من حكي فكرة أنه كمان هو لازم يكون الشخص صاحب قرار في موضوع الغذاء يعني وسنعرف إحنا من عداتنا وتقاليدنا أنه حطونا مسائط على الطائف كمان وحدة لا لا كمان وحدة عشاني كمان وحدة بس يعني كمان بالتحديد مرضى في السكر لازم يكون عندهم قرار أنه عرفين الكمية هم اللازم يأكلوها يحاولوا كمان يقاوموا المغريات اللي ممكن تكون محيطة فيهم لا شك هذه واحدة من النقاط المهمة يعني إحنا دائما الطعام يعني يعني مرات نوع من المتعة يعني المتناول مرات نوع من المجاملة اجتماعيا له قيمة اجتماعية بالضيافة وغيره فهذا الموضوع كتير مهم إذا تحدثنا عن القطايف كيف نجعل من القطايف في رمضان أكثر مناسبة لمريد السكر بحيث أنه يتناولها مريد السكر يبدون ما يكون عنده مشكلة ولا إشي قضية بسيطة جدا إنه أنا لما بختار الحشو حبت القطايف مكوناتها يعني العجينة ما في مشكلة يعني هي تقريبا نحكي عن جوز أو جبنة محتوياتها يعني ممكن يكون محتوياتها جبنة بيضة ممكن يكون محتوياتها الجوز ومرات بيحطوا جوز الهند صحي الخلطة نفسها وفي ناس بتضيف السكر طب بلاش السكر نضيفه للحشو هاي نقطة بلاش إنه نضيف كمية كبيرة من القطر أو مرات في بعض الناس وخاصة مرض السكر الأكثر التزاما بحميتهم ما عندوش استعداد يضيف القطر نهائيا هو يتناول القطايف بشكل هاي فتصبح القطايف قطايف صحية واللي يتناول منها فقط ما هو محدد إلو يعني زي ما أنا حكيت له على الفطور بداية تناول تقريبا كاسة أرز أو عشر معلات من الأرز وبدأ أحط له حبت القطايف ضمن برنامج وخلينا نقول بعد صلاة الترويح هذولا بيكملوا بعض إنه يلتزم لأن أنا بكون حاسبها كمية سكر حاسبها كسعرات حرارية وهي تناسب هذا الشخص فما في مشكلة بهذه الناحية ممتاز يعني أنت متساهل جدا إذن مع يعني وفي كتير شيء مريح يعني وهذا كمان أكيد بريح كل الأشخاص اللي سمعوا اللي بعانوا من هذا المرض إذن هي بس تقنيات صغيرة يعني يسيطروا عليها ويكون وضعها مصحي ممتاز بالضبط يعني دعنا نحن نقول البرنامج التغذوي أو البرنامج العلاجي يعني هي التغذية جزء من علاج مريض السكر يعني هناك الدواء يعني الإنسولين أو الحبوب أيضا ننظر إلى الرياضة ومرصة النشاط الرياضي هي جزء من علاج مريض السكري وهناك الحمية الغذائية الحمية الغذائية حجر الأساس في علاج مريض السكري حقيقة إذا وجد من يقوم بإعداد برنامج التغذوي سليم يحدد أو مبني بشكل فردي مبني بشكل فردي أنه هذا البرنامج خاص بهذا المريض مش خاص بمريض ثاني يعني إحنا في عندنا